على الرغم من إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين منذ فترة طويلة إلا أن مناطق المحافظة ما زالت تعاني من الإهمال الحكومي لها وانعدام الخدمات بشكل كبير تكان حي المهندسين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين اشتكوا من انقطاع الماء عن مناطقهم بسبب تهالك المشروع الذي ينقل الماء إليها المشروع اللي وصل ماء إلى المنطقة الحي المهندسين والإشياطة مشروع قديم جدا ومتهالك وتعبان المواطنون في تلك المناطق أكدوا أن الجهات المسؤولة في المحافظة لم تستجب لطلباتهم الكثيرة بتوفير الماء لمناطقهم وتم مراجعة جميع دوائر والمسؤولين في صلاح الدين لكن لم يكن هناك أي استجابة من قبل المنظمات والمشروع عدم اهتمام الحكومة بمطالب المواطنين دفعهم إلى مناشدة المنظمات المدنية لإيجاد حل لمشكلتهم وبطلنا من مناشدة الحكومة المحلية لأن ما قصرنا وما أحد انتباه علينا فالناشدة المنظمات المدنية بل كانت يدحجون على هذه المنطقة والقرية ينتبون بها فوق الميتين بيت ما أحد فطنا لنا اعتماد سكان حي المهندسين على جهودهم الذاتية بتوفير المياه عن طريق نقلها من نهر دجلة مباشرة أدى إلى انتشار العديد من الأمراض لا سيما بين الأطفال بسبب تلوث المياه وعدم تصفيتها المياه مالت الموجودة يشربها الساعة من دجلة مباشرة بواسطة التناكر مما أثر على الأطفال وعلى البيئة في المنطقة وهكذا وبدلا من أن يجد المواطنون في مناطقهم مفتقدوا إليه في رحلة النزوح المريرة أضيفت مشكلة شح المياه إلى جملة الأزمات التي يعاني منها سكان قضاء بيجي ومثله من المناطق التي كانت مسرحا للحرب بين القوات الحكومية وميليشياتها وبين مسلح تنظيم الدولة